احنا شفناه بقى في قناة الاهلي الابتسامة عايز اعرف ردود الافعال للعام الثالث عالتوالي في جنوب افريقيا اول ما الناس لقيت بعد القرى مواجهة متكررة الاهلي وصانداونز خاصة انها مواجهة لها خصوصية المرادي في ظل طبعا قيادة الكوتش بيتسو بيتسو موسيماني للنادي الاهلي اولا احنا بالنسبة لفرقة صانداونز احنا عشريين قوي بنحب العشرة في الفرق احنا كنا باللعب الودات كل سنة كنا الودات فدلوقت النادي الاهلي كل سنة فضلكم السنة السنة الجاية كمان احنا هنكون مع النادي الاهلي وبعد كده هنغيره على فرقة تانية ده تارجت اوه لهم اربع سنين اربع سنين اربع سنين بالنسبة للمواجهة طبعا كانت المفروض تبقى مواجهة في الادوار التالية مش دلوقتي بس حظ حظ البطل النادي الاهلي طبعا ان احنا وقعنا في طريقه وحظنا ان احنا وقعنا في طريق البطل فالكرة زي ما انت عارف يا كابت محمد في النهاية انت ببتبقاش بتختار هو حاجة من اللي بتحصل المفروض دلوقتي بقى دربي بقى دربي بقى دربي دلوقتي نادي الاهلي ونادي مملودي سانداونز دربي بين الجنوب وبين الشمال عشان نقفل موضوع الدحكة دي فصر لنا الدحكة دي ساعتها كتئ انا عايف ان انت طلعت علاقت عليها كتير بس برضو زيادة في التوضيح الدحكة دي كانت لا مش قصد انا ما كنتش عايز مواجهة النادي الاهلي ما كنتش عايز اه وتكلمت فيها قبل كده انا كنت في القرعة وكان محمد معايا قبل القرعة فكنا بنتكلم على ان النادي الاهلي محمد قال حيبقى انا انه هو في اعتقاده ان احنا حنقع مع النادي الاهلي فطبعا انا قلت له لأ يعني النادي الاهلي 30% فلما دخلنا جوه زكورة كان ورايا فكنت بتكلم معايا وقلت له لو لقيت يعني النادي الاهلي الناحة التانية انت بتاخد الاول السكن بتاخد الفرقة التانية الاول وبعدين بتروح على البود بتاع الفرقة الاولى فقلت له لو لقيت النادي الاهلي وفتحت الناحة التانية لقيت سانداونز حاولت تعديها وتشوف فرقة تانية عشان ملاعيب في النادي الاهلي فهو طلع لما كان على الستيج انا مركز معاه طلع النادي الاهلي فانا مركز انا عناية معاه وانا قاعد قدامه القاعة كلها كانت سامعان وأنا بنقول له ما تجيبش سانداون فلما طلعت سانداونز فاتحكت أغزب يعني أما أنا مش عايز أنت أجيب لي سانداونز مع نادي الأهلي ودلوقتي جاية تجيبه لي فخلاص يا تلعت عفوية يعني تمام تملك بقى كلمك عن المباراة أهمية طبعا المباراة طبعا زي ما قلنا هو درب بين الشمال وبين الجنوب لو أنت بتتكلم على مدرسة الجنوب اللي يام تمثلة في نادي مامي الهودي سانداونز الشمال أنت بتكلم على نادي الأهلي النادي الأهلي البطل بتاع العام الماضي النادي الأهلي الكامبيونز لمدة 9 سنين حقاية طبعا الجمهور هيطلع ويقول أنتوا جايين تتكلموا قبل المباراة احنا بنقول حقاية على فكرة دي حقيقة موجودة النادي الأهلي بطل دور أبطال إفريقيا 9 سنين النادي الأهلي حامل اللقب بتاع السنة الفاتد المواجهة مش سهلة المواجهة صعبة وصعبة جدا على الفرقتين مش بس على نادي سانداونز كمان على النادي الأهلي احنا جايين وعندنا طموح طموحنا أن احنا كمان ناخد بطول الدور الأبطال طموح حق مشروع لكل فرقة النادي الأهلي أكيد بيدافع عن اللقب بتاعه هو واغده من السنة الفاتد عايز يزبط للناس أننا أخدت اللقب أننا موجود أننا لسه أسد أفريقيا موجود زي ما بنقول وإحنا لنا المحاولة وإن شاء الله جايين وكلنا زي ما قلتلك إن احنا نعدي النادي الأهلي أو عدينا النادي الأهلي الطريق بالنسبة لنا مفتوح للنهائي اللي حيعدي من الفرقتين أعتقد الطريق إن شاء الله عيكون قدامه للمباراة النهائية إن شاء الله بإذن الله